ولكن هذا الفيروس المتحور الجديد هو يظهر بأن يبقى في الجهاز التنفسي الفقاني بمعنى النيف والقرزي يأتي السعال بدون ما يمس القصبة الهوائية الغامقة وأعمق الرئاة هذا هو الفرق بيننا ولكن الفرق مع الانفليونزا الموسمي فرق ضائل في بعض الأحيان لماذا؟ لأن الحمى كاينة لأن السعال كاين لأن النفسي لأن في بعض الأحيان التنفس يكون صعيب كان فرق ضائل نحن نرى بأنه اليوم لم يكن بزاف انفليونزا الموسمي لم يكن بزاف ما يكون الأمر لأن ما تخل الناس في الوباء هذا حتى في بعض الدول لأن هذا القناع الواقي وغير ذلك حدوا نوعا ما التنقل على الفيروس على قريب حدوا موسيقى هي في الحقيقة ما يقلش أكثر ولكن يظهر على الأطفال بحكمهم يكونوا في أقسام يعني تحت مدرش وننتعى كما نقول هنا يا إزيكون أماكن مغلقة وخاصة نعرف الحقيقة أنت على أقسام الجزائرية بأن لم يكن هناك ظروف صراحة حسنة إذن يكون الطفل عندما يقارس بفيروس وكوفيد 19 يكون تسهلوا باش يعقب إلى الزاملين تعوا في الأقسام على حسب الساعات اللي يخضيها في التمدرش يعني وظهر بأن كنا نظن الخبراء كانوا يظهروا في أهوال الوباء بأن الأطفال كانوا يحكموا الكوفيد 19 ولكن لا يظهر عليهم الأعراض ولكن في الأوين الأخير بدأوا يظهر عليهم الأعراض وصرت الحالات الخطيرة إذن لإشكال بأن ما هدية ردود الفعل في بعض الدول بدأوا يلقحوا الأطفال لأن الضرورة بأن لحقوا إلى 70-80% من الناس الكبار بعض المواطنين تحهم في العادي بدأوا داروا الأطفال بدأوا يلقحوا فيهم إذن إذن كيف تحب أولياء التلميذ هم محبوش يتلقحوا كيف هؤلاءهم يتلقحوا هذا اللي قلت لك لماذا لأن الحملة التوعية تكون أكثر